كيف كان محمد نجيب؟ محمد نجيب الحقيقة في الجيش كان ضبط محترم جداً يعني كان هما فيه اتنين يعني هو يعني عدد محدود جداً من الزباط وكان له مواقف قويسة في موضوع ناز الزباط مثلاً هو من ثاند هؤلاء الشباب في البداية؟ لا ما كانش من الشباب هو ثاند الشباب؟ خالص، ثاند ما بقوله كان له مواقف جيدة جداً مش بس كده، الحقيقة كونه برضو يقبل انه يبقى رئيس حتى يفرد وهوش معاهم وهوش في التنظيم قبل كده انما يقبل قبل الليلة ما تخطط ويخاطر هذه المخاطرة ما في شكل انه يعني موقف وطني يتحسب له قطعاً آه، لكنه ظلم بعد كده وكان أصبحت له شعبية كبيرة جداً ومش بس كده في السودان طولان كان له شعبية كبيرة جداً المشكلة الحقيقة بقى انه الأحزاب ابتدت تتصر بيه وابتدى قلوله يعني ان السببات دول ولا حاجة من غيرك وانت اللي تقدر يعني ابتدت العملية دية وكان المهم المقصود بيها هو قطع الصور الحقيقة فحصل الاتصال مع الإخوان المشاهدين ودي النقطة القوي ودي المشكلة الحقيقة لكن أنا أعتقد يعني انه التاريخ أنصفه بعد ذلك خاصة هذه الأيام لا يعني هو وضع طبيعي ان واحد كان رئيس جمهورية وكان فطن فطرات لازم يعني وكان ظابط شجاع وجدع وكل حاجة زي دي وزمته كويسة انما ما كانش فيه عنده رؤية يعني مميزة